ومن مسائل الصوب أن على المسلم أن يحرص على السحور وأن يؤخره بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الصحيح وكذلك عليه أن يعجل بالإفطار متى ما تحقق أو غلب على ظنه أن الشمس قد غربت هو أن يعجل بالإفطار ولا يؤخر بعض الناس يقول الدعاء مستجاب فتجد أن المؤذن أذن وهو يدعو ولم يفتر هذا خطأ فالإفطار يكون بتمرة واحدة بنصف تمرة بربع تمرة إذا أفطرت ولو بربع تمرة هنا يدعو حتى تجمع بين الأمرين أما أن تبقى هكذا تدعو وتؤخر الإفطار فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيحين لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر